طب شئ من النقولات عن أهل العلم قال الإمام أبو سعيد عثمان الداريني رحمه الله باب ذكر علم الله تبارك وتعالى إذن نتكلم عن علماء ماتوا من أكثر من ألف سنة وتقصدنا أن ننقل عن العلماء السابقين قبل ابن تيمية وذلك أن بعض الناشئة يظن أن العقيدة الصحيحة قررها ابن تيمية وهؤلاء الناشئة يغفلون أن ابن تيمية واحد من العلماء نعم هو شيخ الإسلام وواحد من العلماء لكنه مسبوق بألوف العلماء لا أقول مئات بألوف ممن قرروا عقيدة السلف ولذا قابلت أحد المبتدعة قال هذا ابن تيمية الذي عندك عليه مؤاخذات وعندي عليه ردود قلت له انسى ابن تيمية قال هيش انسى ابن تيمية أنا سأعطيك أدلة من الكتاب والسنة والأثر والنقلات عن علماء قبل ابن تيمية بخمس ستمائة سنة قال من وين بدك تجيب قال له اسمعي الآن من وين بدي أجيب بفكروا العلم محصور في مين في ابن تيمية بعدين برجع لك بفهمك أنك فاهم كلام ابن تيمية غلط وفهموك غلط وافتراع على ابن تيمية بعدين برجع لك بس خلينا أول إش نفهمك أن ابن تيمية واحد من العلماء الذي سبقه ألوف العلماء ممن قرروا عقيدة السلف وجاء يتقول لي أكثر العلماء أشاعراء شو أكثر العلماء أشاعراء يا رجل أكثر العلماء على عقيدة السلف نسمع الآن عن أبي سعيد من؟ الدارمي خير أبو عبد الرحمن الدارمي صاحب المسند هذا أبو سعيد طبعا أيها نسمع